السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي قبلة عاملين ايه? رجعت لكم تاني وفيديو جديد وفيديو النهاردة. هزا اكلمكم عن عطور انا اه جربتها في اخر اردر ليه في سنة عشرين اتنين وعشرين من الحقيقة الفترة دي ادمنتهم لانهم بديل ممتاز. غير طبعا الحاجات اللي ممكن تكون فيها النوتة الصناعية اللي هي المحاكات التانية. هم عندهم مفيش النوتة دي. عندهم كهولة حلو كهول حلو. سعرهم حلو. بيجيبوا لك عطور بقى ملهاش بدائل. يعني مسلا كل اللي انا هعرضه لكم النهاردة في حاجات منهم كتير كتير نيش. فهم ملهاش بدائل. كمان الكوالة بتاع الكوالة بتاعهم حلو جدا. حلو جدا بشكل مش بيخليك تصدعي. كمان اسعارهم حلوة جدا حتى ارخص من اسعار الحاجات المحاكاية اللي هي بتتبع جهزة دي اللي هي بتاعت لطفة والاماراتية والحاجات دي. كمان عندهم حاجات العطور مش موجود لها بدائل اصلا. اللي انا كمان عايزة نبه عليه ان هم بيعملوا عروض مستمرة. فطول شهر يناير بمناسبة السنة الجديدة. هم عاملين آآ عرض آآ خاص من تسعين جنيه على الكوت بتاعي. هحطه لكم في اخر الفيديو. آآ الكوت بتاعي ده وقت لو انت دخلت قلت له ان انا آآ جاية من قناة هبط وده الكوت بتاعي آآ بتاع الخاص. آآ هيديكي على كل آآ يعني كل ما هتخدي اتنين بيرفيم هيديكي تسعين جنيه عليهم هدية. فآآ يعني بقى وهعرض لكم النهاردة حاجات حلوة جدا. كل تقريبا عجبني وبصوا دخل دماغي كده. فانا هعرضهم لكم وهقولك على انواع مختلفة تقدر ان انت تجرب بيها لو عايزة حاجة آآ او برفان جديد تبتدي بالسنة الجديدة. فتعالوا نبتدي باول واحد وهو ليرة. الحقيقة ليرة آآ آآ انا آآ كنت مبتحجة كده لما عرفت ان هما عملوا عشان خاطري. لان انا كنت عمالة ولوم انتوا عندكم يونيس كتير عندكم رجالي كتير عايزة حاجة حريمي تكون جورماند كده اعملوا حاجات مسكرة من الحاجات اللي انا بحبها اللي هي آآ الحاجات النيش يعني المسكرة دي الحلوة فعملوا لي ليرة وانا بسوطة جدا ان هما عملوها لان ليرة من الحاجات اللي فيها ريحة الكراميل طغية واضحة وانا بموت في الكراميل آآ الاول كنت حاسة ان انا ممكن اشمل حمديات اكتر فيه او ان انا خايفة من فكرة ان هو في ريحة لامون وكده ولكن البرفيم ده طحفة فيه لفندر مديله هدوء وفيه كراميل وفيه احساس حمديات مديله نعومة مش طبيعية البرفيم بجد عبارة عن طارد لامون بالكراميل بس ملخصة مش قولت حاجة تانية بيفكرني كتير جدا بشوكو ماسك من الرحاب بدون النوتة الصناعية اللي ما موجودة في شوكو ماسك فيه ناس كمان اشتكد ان شوكو ماسك بيتحسين جزع كده او ملزة او ممل البرفيم ده مفوش الحتة دي لان الحتة الحمضية اللي فيه كسرة الحتة دي وكمان مكونات بتاعته شيقة جدا هتحسيها لزيزة حطها لكم طبعا آآ كمان من الحاجات الحلوة في البرفيم ده والمميزة هو اداءه ممكن يكون اكتر كتير من شوكو ماسك مفوش كمان آآ يعني لسعة الكحول اللي موجودة في شوكو ماسك فهو عطر لزيز جدا ويحاولوا تجربوه لو انتم عايزين تجربوه من عندهم وزي ما قلت لكم قبل كده هم عندهم سامبل بتبقى بسعر آآ اوليال جدا ممكن تجربة عطر كتير قوي من عندهم بسعر حلوي يعني لو انت عايزة تجرب بس بعدين اولمبيا ا اخر اصدار المفروض تجربوه من اولمبيا جربته مع اخر الثنى السنة دي انا جربت اولمبيا الوليجنال اولانyl openupansen اوليمبيابلوسوم واوليمبيا اكوى وجربت بردو اولمبيا ليجندة عندي منها الوريجنال فانا جربت خامس انواع من الولمبيا وده السادس اللي هو سولار والتالي قد ناقصني. عايز اقول لكم البرفيم ده فضيعة. بصوا بقى. اولا هو ريحته انا حاسة ان انا شمتها قبل كده. بس انا مش قادرة افتكر هي انا شمتها فين. ولكن البرفيم ده اؤكد لك ان هو مختلف تماما 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 عن عطور الولمبيا كلها. اي حد بيحس ان الولمبيا تقيل على ذوقه البرفيم ده مختلف تماما. البرفيم ده فاكهي حمضي. اول ما هترشيه كده هتشمي ريحها شبه ريحة زنزة بتاعت قرف لا ما عارفينها. برتقان ورود برتقان اشر برتقان دي اصلا اللي افتتاحية بتاعته. بعدين هتلاقي اه ورد ابيض وهتلاقي ملاحظات شمسية. والملاحظات الشمسية دي معناها هنا هي نوتة خيالية بس معناها ان انت لما هتشمي البرفيم ده وحاسة بلاسعة اشعة الشمس الصبح. فكأنك شايفة الشمس وشايفة الاشعة الهدية بتاعتها. اه يعني من الاخر كده عايز يديك جوز تواقي. وزهر تياري وتحلو بالبلوت. ظهر تياري من الظهور اللي بتديكي احساس شبيه بريحة جوز الهند القوية جدا. وبعدين البنزوين والبنزوين هنا بيديها صمغية كده احساس كده بيدي قوان برضو للعدر. اه احساس زي صمغي كده او آآ مسكر شوية مع احساس الجدير احساس الموز البرفيم ده كأنك كده جايبة كوكتيل آآ برتقون على جوز هند على موز عطر سويتي ونسوي جدا جولماند صيفي سين شوال قوي حسي بشكل مش طبيعي فعلا برفيم احساسه استوائي قوي قوي. كأنك في الصيف كده ريحته حلوة جدا. آآ ريحته اه اتفكرت كده مسلا اقول لكم ايه? عارفين بتاع آآ اللي هو بتاع آآ فيكتوريا سيكرت اللي هو اسمه آآ حاجة كده هو في شبه من الاتجاه دوت برضو بيشبهه بسدار من اصدارات الياه انا هحطه لكم برضو بس انا ما جربتش الاصدار ده من الياه فعلا برضو مش متأكده. ولكن البرفيم ده رائع. انا فعلا حاسة قريب جدا من آآ او كأن فيه كراميل كده ريحته الفانيليا نعم عارفين ايس كريم كوكتيل كده لما مسلا تخشي تقولي لو عايز ايس كريم كوكتيل فيحط لك شوية موز على شوية آآ بورتقان على شوية آآ جوز هند على شوية او رشة جوز هند من فوق كده و شوية كراميل هو ده هتحسي الخلطبيطة دي هي ميدياكي اوليمبيا سولر بجد اي حد عايز يجربه انا بشجعه ان هو يجربه بعدين آآ جربت بقى من عندهم هو بعت لي مشكورا يعني عشان اقدر ان انا اقفتكوا واقولكوا آآ روايح مختلفة احبيت ان انا كلها لها علاقة بحطول نيش آآ برفانات مش معروفة برفانات مختلفة ولكن برضو في مكوناتها حتة انسوية في مكوناتها حاجات انا ممكن احبها او قبلها والحقيقة ان انا اردر كله طحفة يعني كل الصامبل رغم اختلافهم متميزهم الا انهم عجبوني قوي اول واحد كان امارة ده مش مختلف او هو ضفهولي زيادة ده المفروض ان هو بديل من بكتوريا سيكرت برفين عبارة عن طفاح اخضر وكريمة مخفوقة انتو عارفين ريحة اه مش هتكلم عنها كتير بس هي معروفة يعني بعدين بلاك سافرون من شركة بايرود ومن اسمه كده سافرون يعني الزعفرون هو اللي هيكون مسيطر البرفين ده مختلف تماما البرفين من اول ما بترشيه بتشمي فيه ريحة معدنية زي ريحة الحديد ريحة المعدن عامة وبتحسي بعد كده ان انتي بتبتسي تشمي ريحة حمضية شوية ودي جاي من الجريف روت وبعدين مسكرة ودي جاي بقى من حاجة اسمها توت العرعر هو موجود فيه وبعدين بيديلو الزعفرون احساس بقى سبايسي قوي ناعم شيك انا بحب زعفرون اما بحس الزعفرون ده بيحليلي البرفين مش عارفة ليه بحزهر معاكي البنفسج الاسود والجلد ونجيل الهند والكاشميران اللي هو العنبر وطوت العليم ريحته يوني سيكس بالنسبة لي ولكن حلوة للسيدات برضو يعني السيدات تقدر ترتديها بشكل مباح في ريحة توت مخليها مسكر مع حطة حمضية من الجريفروت مع احساس مدخن من الجلد والنجيل الهند تحس دي كده ان هو توليفة غريبة وجديدة اطر فاكهي ولكن الزعفران فعلا فيه رهيب ما خليه مختلف ومميز وغير تقليدي بعدين هكلمكم عن كازانوفا تيزيانا عايز اقول لكم ان براندين انا جربت منها كريكي وكازانوفا كازانوفا معي هو آآ يعني ده اول حاجة كده بتلاحظيها فيه ان هو في عنبر وخشب وخشب ونوتات خضرة وجلد وسبايسي البرفيم بدايته كده فيه اوركيد ورقتين وملاحظات بودرية وياسمين وبرجموت وبعدين خشب الغياك اللي بدي احساس شبه احساس العود وجلد ومر وعنبر وبعدين فانيليا وفلفل واردي وحبهين البرفيم هنا مخلصش على كده لسه فيه عنبر وخشب ارز ومسك ابيض وامبروكسان وتحلق البلوت فولتونكا ونجيلين مليان مكونات من اول ما هطرشي انتي هتشمي حاجة طغية وهي البودرة المدخنة اللي جاية من ريحة الفانيليا ونجيل الهند مع بعض هتحسي ان البرفيم اه مع المحظات البودرية اللي محطوطة صريحة فيه اه مع يعني ريحة كده زي ريحة البودرة الميكونات وبردو معها ريحة مدخنة ريحة كده معها اه شرقية وفيها حبهان وفلفل واردي دول طبعا اللي بارزين هتحسي برضو بفولتونكا ميديله دفع اه في نفس الوقت المسك مخليه طابع صابوني بيفقرني كتير 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 بانا الابيض بودرة اول ما شميت البرفيم قلت الله ده هيروح على سكة برادا كاندي بس هو مختلف شوية عن برادا كاندي برادا كاندي آآ سويت اكتر شوية منه ده بودري اكتر فرايح مثلا على انا الابيض بودرة لو ما كانش اصلا انا الابيض بودرة معموله معمول لي بديل يعني انا بتهايلي انا الابيض بودرة عملولي البرفيم ده بديل لي بس انا الابيض بودريه انا عم كمان منه لان البرفيم ده فيه اكتر من جانب البودرة يعني هو في ملاحظة البودرة واضحة بس برضو فيه جوانب خشبية واحساس اغدر كده فيه احساس برضو سبايسي بحسي كده ان هو يمشي حريمي ورجالي بس هو يمشي حريمي اكتر عطر ستار لايت من زرجوف برضو عطر سبايسي فيه احساس زي اللوز والقرفة بيبتدي ببرجاموت وحبهان ورنفل ولوز وقرفة وخشب ارض وعنبر العطر ده بقى انا بحس فيه ايه بحسه عطر دافي زي ما تكوني كده فتحة بطرمان القرفة البودرة اللي احنا بنعمل منه اه قرفة باللبن ده عارفينه تحس ان انت بتشمي ريحة القرفة كده مش قرفة عيدان لأ انت بتشمي ريحة القرفة المطحونة دي اللوز هنا متديله دسامة متديله احساس كده دافي اه الهيل متديله احساس تابلي سبايسي ولكن برضو عطر هادي يعني انا بحس ان هو رغم ان هو سبايسي وكده بحس ان هو هادي شوية يعني مش عطر قوي كده يكتسح المكان اللوز والبانيليا فيه مدين له حتة مسكرة كده في الخلفية تحس البروفيوم بودري بس يعني على استحياء هو اصلا كل حاجة فيه تحسيها موجودة بس على استحياء فهو عطر يونيسكس شايفة مناسب للرجالة والستات ولكن هو مش بطابع قوي يعني رغم ان مكوناته تبان ان هي اه يعني تقيلة او كده ولكن هو برفيوم يعني تقدري تقولي عليه هادي يعني. نشان اني واول حاجة بتبان في نشان اني هو اه الافتتاحية بتاعته عبرها عن سبايسي وفانيليا اه تابلية. ده بقى قاعد شرقي مميز يعني تحسي كده ان هو ماشي على طراز ديور اه اه ماشي في الحتة دي اكتر بيبتدي في الفل وردي وبرجموت وملاحظات خضرة بعدين بيقلب معيك على ورد توركي وعلى اه شجرة اه الكشمش الاسود او هنا بيستعلب وبعدين حبهان بعدين بيبتدي يروح على خشب الارز والبنزوين والفانيليا والمسك وباتشولي. البرفيم بيباند فعلا جماله لما بيحتى الفانيليا مع البنزوين مع خشب الارز مع الباتشولي بيديك احساس فانيليا شرقية مدخنة بودرية ريحته رائعة جميلة جدا زي ما قلتلك هو اتجاه كده وقريب من اتجاه ديور اديكت يعني بتحب ديور اديكت هتحب العطرة ده جدا وهتشوفه عطر مميز. بعدين نشان ده جربت نشان اني ونشان بصراحة انا قلت له ان بحب جوز الهند اوي بقال انت رازم تجربي نشان وده عطر خشبي اه بانيلا حل سبايسي لاكتوني عطر كده من العطور اللي يعني تخش المخ كده وتعط فيه اه اول ما بترشيه بتشمي راحة الرم وجوز الهند والتنكة والتبغ وفيه تحلو بالبلوت وفيه ارز. انا عن نفسي شميت فيه جوز الهند واضحة جدا شميت في احساس دافي مناسب جدا للشتا في فانيليا حاسة ان الفانيليا هنا خافتها شوية مسفقرة ببسيط ولكن في تبغ والتبغ هنا مدخن وريحته بقى مش مدخنة زي ريحة التبغ اللي احنا عارفينها لا حس حد بشرب سجاير لا ريحة مدخنة على طريقة البخور على طريقة الدخان الخفيف على طريقة مثلا احساس آآ العود الخفيف فهو عطر دسم ونصيف جدا ومميز وغريب لكن هو محتاج آآ حد يكون مميز وشخصية قوية حد بيميل للتغيير طبعا هو مناسب لرجالة اكتر لان هو خالي من احساس السكر العالي اللي احنا بنحبه كستات ولكن انا بشوفني النساكس عادي جدا وتقدري تستخدميه لو انت بتحبي نوت الجوز الهند تكون قوية وواضحة لان هو اصلا عطر لاكتوني كده واستوائي تحسي كده مناسب قوي للناس اللي بتحب جوز الهند جوز الهند هنا مش جوز الهند اللي احنا عارفينها اللي هي بتديكي احساس زي اللوشن او السنسكرين او مسلا احساس زي الشامبو لأ جوز الهند هنا جاية باحساس دافية جاية بريحة دفا مش عارفة اوصفالكو ازاي بس كأنك بتشمي ريحة ريحة زبدة جوز الهند ده مثلا مش جوز الهند الحقيقي يعني مش جوز الهند كفاكها او كعصير فريش لأ كده عايز اكلمكم عن حاجة كلكو طلبتوها مني وهو شانيل نمبر فايف ده بقى بالنسبة لي عطر يعني قديم جدا صابوني خشبي حمضي في برجموت وظهر بورتقون واليالنج يالنج والدهيات اللي هي بتديه له احساس اللي هي الالدهيز امتا بتديه له احساس زي احساس الصابون احساس النظافة اه قريب من احساس المسك كده تحيس ان انتي بتشمي نوتة صناعية اصلا بس مدية على نظافة وخوخ وفي زنبق الوادي في ورود في ياسمين في ساوسان في الناجيل الهند في تحلب البلوت في فانيليا وخشب صندل وبتشمي تحلب البلوت هنا بيديه له احساس ارضي وريحة مرة شوية ده بقى اقوى عطر شاميته ريحته قديمة يعني من اقوى العطور اللي قبل ما ترشي منها هي فواحة اصلا من مجرد ما انتي مسكت الازازة بتفكرك بعطور اجدادك كده عاربا بس جدتك اكيد كان بتحط حاجة زي كده آآ في احساس صابوني في احساس شرقي في في حاجة كده ريحة تحسيها آآ قوية قوي البرفيم ده انا كنت مجربة قبل كده برفيم اسمه نايت ميسك من ايفون وعملت لك عن زمان مع خلص ميسك قلتلكوا ازاي ريحتك تبقى نظيفة وكلام ده ده ريحة نايت ميسك بالزبط اللي عارف نايت ميسك من ايفون الناس القديمة في ايفون هتعرف الريحة دي راحة فين بالزبط ده ريحة شبه جدا تحسي كده ميسك مخلوط باحساس صابوني مخلوط بورد شرقي تقيل مخلوط باخشاب طابع قديم رغم قوته اللي ان هو كلاسيكي مكتبي عملي جدا حد جد جدا اللي يحطه بالنسبة لزوي هو تقيل قوي على زوي رغم ان هو بيدين احساس ان انا باستخدم صابون برواح شرقية مثلا يعني كأن مثلا اه مثلا فاق بالمسك ولا بالهي الحاجات اللي هي شرقية يعني بس احساسه برضو تحسي فريش ده فيه وكأنك يوم الجمعة كده مثلا ومبخر الشقة ومحمية الولاد والبيت ريحته حلوة وريئة كده وعمالة باقي مسكة عود بخور عمالة تلف بيه في الشقة او مسكة المبخرة وبتلف بيه في الشقة فتحسي بيت مليان راحة وسكينة هو البرفيم دوت الاحساس ده بالزبط بعد كده نروح العطور الحلوة بقى اللي احنا بنحبها اسكادا تاج سانسيت وده آآ كوكتيل ده كوكتيل اسكادا بقى وعطور اسكادا الحلوة الجرل الجميلة العراجس اللي احنا بنحبها اللي كلها مرح وفرح وكده ده بقى كوكتيل فواكه يعني حلو استوائي بصوا بقى للصبح في ايه بقى في مانجا نكترين برتقان احمر لوتس زنبق الماء نجمة التفاح نجمة التفاح دي على فكرة فاكهة استوائية اللونها موف كده بس ريحتها عمنا زرحة الحليب يعني رحتها لاكتونية شوية وفيها آآ توتو الليء وفيه خشب صندل اللي مديله حساس كريمي حلو قوي وفيه مسك وجوزهند ده بروفين مبهج مرح جرلي قوي 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 بشكل مش طبيعي ده تحسي كده من عطور اللي هي بتاعت بكتوريا سيكاد اللي احنا بنحبها ونح نجري نجيبها زي تحسي كده قاعدة في طبق آآ فواكه برش قدامك ريحته تجنن هتمتي وتكليه ريحته كده هو عامل زي كده بالظبط كوكتيل كده بتاكلي كوكتيل مانجا ريحت المانجا انتو عارفين من ريحت المانجا من الحاجات الحلوة قوي في العطور يعني انا مش عارفة ليه مفيش تركيز على ريحت المانجا في العطور بس انا عن نفسي جربت اكتر من بيرفين في ريحت المانجا وكانت رائعة بعد كده انا بقى هكلمكو على ده عطر آآ شرقي ريحت آآ بشرة يعني اصبت يا بشرة انا قاعدة تقولي ده جميل ده حل وانا كنت فاكرة الاول بتقول اتاليكا اتاليها تقصد اثاليا آآ اثاليا آآ هو عبارة عن عطر بوداري آآ يحاكي او شبيه ببرادا انفيوجن آآ دي ايروس هو هو وبرادا قريبين جدا من بعض يعني اللي عارف برادا انفيوجن دي ايروس هيبقى عارف ريحة اثاليا كويس قوي اثاليا هو آآ ورد برتقون وفيه ساوسا وفيه عمبر ومسك بس البرفين ده بيفكرني بايه بيفكرني آآ كاني هشم مثلا اول ما برشه كاني هشم معرفش بسانة اول ما بشمه بحس ريحة البرتقون او ورد البرتقون اللي موجود فيه شبه اللي موجود في افتاحية او نارسيسو بودري بحس ان الريحة دي بينا معايا كاني هشم حاجة من هون بعد كده بياخد اتجاه صابوني والمفروض ان هو آآ يعني بيقلب كده على بودرة وبيقلب على بودرة جمدة يعني تحسي كده ان هو بيحتاج لنطجة لان هي ريحته آآ كلاسيكي كده وريحة آآ فيمينان وفي نفس الوقت آآ عارفين تحسوها موجودة ثابتة نفسها كده هو ريحته قريبة من ريحة بودرة الاطفال جدا آآ تحس ديها ريحته بودرية على راقية كده على ريحة مفقلة يعني مش ريحة كده هباء فريحته حلوة جدا كميت يا زيانة برضو وريكي ده عطر بقى ده حبيبي ده انا عبيته جدا جدا من الاول ما رشيته ده آآ المفروض انه هو شبيه باربابورة هو عطر فاكهي استفكر عبارة عن توتع اللي وكمترا وخوخ وباشون فروض وانا بشوف الباشون فروض او فاكهة العطيفة في اي بارفين ببقى متأكد انه هيعجبني هي والباشون فلاور مع رفش الاتنين دول بصوا بيتحسهم كده شفرة بيتحطوا في اي بارفين بيعجبني وفي آآ رمل وإحساس الكاسس الكاسس هنا دي نوع شوية آآ ريحتها دوائية او طبية يعني آآ خضرة كده وفي زنبا قلوادي وفي باتشولي وفانيليا وخشفاندل ومسك وهيلي تروب هيلي تروب طبعا بيدي له احساس آآ بودري آآ زهري البرفين ده ريحته جميلة جدا جدا انا بالنسباني انا شايفها احلى من كل الحاجات اللي شبه ايربابورا او من ريحة ايربابورا نفسه وبالنسباني انعم كمان ريحته فواكه استوائية ريحته كاجول كده تحسي كده ان انت جايب حاجة من حاجات برضو فيكتوريا سيكرت اداءه رغيب شايفها كده مناسب للنساء بصراحة اكتر من الرجالة رغم ان هو ينفع للاثنين بس انا شما ريحة الكومترا والخوخ والشنبروت حساها ريحة جزاة كده على الانساء يعني حساها ريحة انساء اكتر فحبيت كريكي قوي لو انا هرشح لكم حاجة من الحاجات دي فانا بصراحة حبيت كريكي وحبيت سكادا تاج وحبيت ليرة جدا 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 وحبيت اكتر من ليرة كمان اوليمبيا سورر لانها ريحتها يعني حلوة قوي وبالنسبة لناس كتير ممكن تكون بتحب لفز بل من ريحة من بكتوريا سيكرت هتبقى برضو بديل حلو انا كده حاولت ان انا اشرح لكم الحقيقة المراضي الوردر كله عاجبني وقلت لكم من المناسب لايه بالنسبة لثبات العطور اللي انا جربتها النهاردة وهي كلها ثباتها حلوة قوي يعني انا حطيت ليرة على ايدي اكتر من ست ساعات على الجلد وهي سبتة معي فرويحهم سبتة رويحهم حلوة قوي اه اداءها حلو جدا كحول كوالتي كويس جدا هقول لكم بقى كود الخصم دلوقتي عشان اللي حابب يطلب اه كود الخصم بتاعي اتش تسعين هتخش كده تقولينه ان انت شفتي الحلقة او شفتي الفيديو دوت على القناة عندي وحابة تعملي لو طلبتي اه اتنين من العطور اي عطور عنده هيديكي خصم تسعين جنيه طول شهر يناير وطبعا هتقدي لك كود بس كده بناتها ده كان الفيديو يا رب يكون اعجبكو يا رب يكون استفدتوا ان شاء الله اشوفكو تاني في فيديو قديد فيديو ريحتو اهلا مع السلامة السلامة